السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيق غلة يتكون من خمس أنواع من الحبوب المنتقى بعناية ثلاث أنواع من الحبوب من منطقة جيزان عندنا الدخن وعندنا الذرة الحمرة وعندنا الذرة البيضة ونوعين من الحبوب من منطقة القصيم الشعير البلدي والقمح المعي يضاف عليها نسبة بسيطة من الملح الطبيعي الغير مكرر للحفاظ على الخصائص بعد الطحن القمح المعي والمشهور في الجزيرة العربية والمعلومة فوائده والشعير البلدي والغني بالألياف والذرة الجيزانية الحمراء المفيدة وكذلك الذرة الجيزانية البيضاء المعروفة فوائدها وكذلك الدخن من جيزان جميع هذه المكونات تجتمع في غلة بالألياف وبالقشرة كاملة اشتركوا في القناة